موسيقى منتصف الليل عبر شاشة ليبيا لكل الاحرار والبداية بالعنوين تجدد الاشتباكات بمختلف انواع الاسلحة في اغلب المحاور في بنغازي ومصدر طبي يؤكد مقتلى خمسة افراد من قوات حفتر وجرح عشرين اخرين في اشتباكات الليثي وكالة رويترز للانباء تقول ان ما يعرف بتنظيم الدولة توسع بشكل سريع في ليبيا ودعم قواته باكثر من خمسمائة مقاتل بينهم اجانب ليوني يقول انه سيسعى للحصول على توضيح كامل بشأن مزاعم انتهاك الامارات لقرار حظر توريد الاسلحة الى ليبيا وجون كيري يدعو الى ضرورة توصل الفرقاء الى تسوية سياسية اهلا بكم ما اكد مصدر بمجلس شرث والي بنغازي ان اغلب محاور المدينة شهدت مساء الخميس اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة واضاف المصدر ان قوات شرثوار استهدفت تمركزات لقوات حفتر بمنطقة الثامة ليلة الخميس اسفرت عن تراجعها في بعض النقاط واشار المصدر الى ان قوتهم صدت هجوما على محور الليثي من قبل قوات حفتر واسترجعت نقاطا كانت فقدتها في وقت سابق في محيط مسجد حمزة زيات ومبنى الضمان يذكر ان منطقتين بعطني وسفرج شهدتا مواجهات عنيفة اسفرت عن سيطرة قوات الصائقة على معسكر الدشم اعلن مصدر طبي من بنغازي فضل عدم الكشف عن هويته مقتل خمسة افراد من القوات التابعة لحفتر وجرح عشرين اخرين في اشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازي في محور الليثي وكانت الاشتباكات قد اندلعت في محور الليثي اثر محاولة قوات حفتر التقدم باتجاه مواقع تمركز لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي لاقتحامها والسيطرة عليها تحت غطاء جوي تؤمنه القوات الجوية التابعة لحفتر هذا وقال احد ثوار مدينة بنغازي فضل العبيدي ان محاولات التقدم من قبل قوات عملية الكرامة في محاور سيفرج وبعطني والليثي باءت بالفشل واضف العبيدي لقناة ليبيا لكل الاحرار ان قوات عملية الكرامة الموجودة في المحور الغربي ومحور الجامعة تتعرض لقصف مكثف من سرية المدفعية الثقيلة التابعة لشورى الثوار حسب قوله مشيرا الى سقوط عدد من القتل في صفوف قوات عملية الكرامة في العديد من المحاور بحسب قوله في الامس كان هناك اشتباكات عنيفة في محور الليكي وانباء عن مصادر مطوقة من داخل مدينة بنغازي ان اشتباكات امس اثرت عن ستة عشر قتيلا وانصابت سبعة عشرين اخرين في صفوف اثر ذكرت وكالة رويترز للانباء ان ما يعرف بتنظيم الدولة توسع بشكل سريع في ليبيا مضيحة ان اكثر من خمسمائة مقاتل انضموا الى صفوف التنظيم واضفت رويترز في تقرير لها ان عدد المقاتلين في تزايد مستمر بعد انضمام الاجانب لهذا التنظيم مشيرة الى وصول احد ابرز قيادات التنظيم الى سرط عبر البحر وهو على قرداش التركماني المكنى بابي علي الانباري وقالت رويترز ان اغلب قادة التنظيم في مدينة سرط هم ليبيون والبعض منهم كان في سجن ابو سليم فترة حكم القذافي او له صلة بتنظيم انصار الشريعة مؤكدة ان اغلب قواته من السودان وتونس ومصر ورأى المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي في نشرة سابقة ان ما يعرف بتنظيم الدولة لا يملك فرص التوسع داخل ليبيا لان هناك اختلافا بينها وبين العراق والشام بحسب قوله من الصعب نظر ان ليبيا رقعة جغرافية تختلف وظروف البيئية والاجتماعية ايضا لا يوجد مذاهب لا يوجد اديان لا يوجد دول تظهر ان هي تكافح هذا التنظيم وعلى النقيض هي تمد هذا التنظيم بالذخيرة والاسلحة مثل ما تم رصده في العراق والشام اكد رئيس المجلس العسكري ورشفان عبد العالية الشيباني استمرار مساعي اللجنة الرعية للمصالحة وفك الاشتباك بين ورشفان والزاوية والمؤلفة من اعيان الزنتان والاصابع والرجبان ذلك بهدف فتح الطريق الساحل الرابط بين طرابلس والزاوية وقال الشيباني لقناة ليبيا لكل الاحرار ان اللجنة ستجتمع مع المجلس العسكري ورشفان ثم مع المجلس العسكري الزاوية لاختيار خمسة قادة ميدانيين من كل طرف ذلك لمناقشة المواضيع العالقة ووضع خطة امنية لفتح الطريق الساحل وتأمينه واشار الشيباني لاستقرار الاوضاع في المنطقة عقب تبادل المحتجزين بين زاوية ورشفان من جانبها فاد الناطق باسم مدرية الامن الوطني بالزاوية نبيل ابو زواي بان الاتفاق النهائي بينهم وبين مدينة ورشفان اول امس الخميس جاء في احد بنوده التنصيص على تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية لمعرفة ملبسات حادثة سقوط الطائرة العمودية على ان يتحمل الطرف المسؤول مخرجات نتائج التحقيق واشار ابو زواي لقناة ليبيا لكل الاحرار الى ان الاجتماع الذي حضره اعيان مدن الزنتان والرجبان والاصابعة توصل فيه الطرفان الى الاتفاق على عدم القبض على الهوية في اي مكان اكد المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الاركان اباري مجد ابو هنة ان من وصفهم بالخارجين عن القانون قاموا امس الجمعة بقتل احد المواطنين شرق اباري واوضح ابو هنة ان عملية القتل تمت على الهوية مشيرا الى ان القتيل ينتمي الى منطقة جرم قال المتحدث باسم غرفة عمليات رئاسة الاركان اباري ان الجماعات المسلحة تسيطر بشكل كامل على طريق سبهة اباري مما ترتب عنه قطع الامدادات عن المدينة فضلا عن استمرار توقف مؤسسات الدولة بشكل كامل الى سبهة حيث افاد رئيس قسم التحري بمركز شرطة القرضة يحيى شوائل باستمرار عمليات السطو المسلح والخطف بداع طلب الفدية بصورة شبه يومية في المدينة واشار شوائل الى ان عدم تفعيل مؤسسات وزارة العدل المتمثلة في النيابة والشرطة القضائية ومصلحة السجون في سبهة سيؤدي الى عدم توقف الجريمة بحسب قوله واوضح رئيس قسم التحري في مركز شرطة القرضة ان الوضع الامني العام في مدينة سبهة مطمئن نسبيا قال المبعوث الاممي الى ليبيا برناردين اليون انه سيطلب من سلطات الامارات توضيحا كاملا بشأن تقرير لنيويورك تايمز حول خرق ابو ظبي لحضر السلاح المفروض على ليبيا وفي بيان صحفية الجمعة اوضح اليون انه سيأخذ الوقت اللازم للتفكير في الخطوات المقبلة من مساره المهني في اشارة الى ترشيحه لرئاسة اكاديمية الامارات الدبلوانسية في ابو ظبي وحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز اعتمد رسائل الالكترونية مسربة فقد اقرى مسؤول اماراتي بارز في رسالة الى سفيرة بلاده بالامم المتحدة بان الامارات خرقت بالفعل حذر السلاح المفروض على ليبيا وهي مستمرة في خرقه وقد اعتبر عدد من المواطنين في استطلاع اجرته كاميرا ليبيا لكل الاحرار في طرابلس ان عمل رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا برناردين اليون كان منحازا لطرف دون اخر فيما طالب اخرون بحوار الليبي الليبي بعيدا عن الوساطات الدولية اليون احنا كشعب ليبيا كناش موافقين عليه لانها نفسه هو كان محايد لطرف دون طرف اللي يتكلم يقول ان المشكل في اليون يتفضل يورينا يمشي يديرنا حوار ليبيا ليبيا يتفضل هي في مجموعة في البرلمان وفي مجموعة موجودة في الموتمر هذه المشكلة اللي فيهم وبالعكس هم توا يبحثوا عن اي سيب يفشل كله يبي يفسدوا كل الحوار اللي صاير بدل ما نتقدموا في الحوار وتمشي لبلاد وتتحركوا بسرعة يزيدوا عطلو فينا وصلنا عام كامل من الحوار الظني ومشيحناش نتيجة على الارض هذه التصريحات الاخيرة من اليون المنشورة على الجارديون سيئة وتعطي دلالة سيئة لباحثة الامم المتحدة في ليبيا هذا الدرس ليحنا كليبيين نفعل المفترضين الآن لبرلمان ولا ماتب الوطني نتفق على تشكيل حقوقها الوطنية لو ما استقرتش ليبيا ما نتخيلش أن منطقة يعني أو الشعوب المجاورة الكل بتستقر يجتمعوا ليبيين لليبيين معنا بدون أي وسطات تانية خلموا هذه البلاد ونبوا ناس رجال دولة في تطور جديد وفي أسبوع واحد دخل أعضاء في كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام في مواجهة مع رئاسة المؤسستين فقد دعا أعضاء من مجلس النواب لسحب الثقة من رئيس أو من رئاسة المجلس وتسليم السلطة إلى حكومة التوافق الوطني بينما طلب أعضاء بالمؤتمر الوطني العام بسحب التفويض الموكل لرئيس المؤتمر أمر طرح أكثر من نقطة استفهام حول حجم الثقة حاليا بين مكونات ورئاسة الجسمين بشكل مفاجئ وخلال أسبوع واحد برزت في الأفق مطالب بسحب الثقة عن رئاسة كل من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام فقد طالب أعضاء من مجلس النواب بسحب الثقة عن رئيس المجلس وتسليم السلطة إلى حكومة التوافق الوطني للإشراف على انتخابات تشريعية مبكرة نظرا لغياب الرئاسة عن الجلسات هذا وأفاد عضو مجلس النواب أبو بكر أحمد بأن المادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس تمنح للنواب الحق في حجب الثقة عن الرئاسة في حال ثابت تعطيلها للجلسات أو الإضرار بعمل المجلس حسب قوله يجوز بأعضاء مجلس النواب الحق في حجب الثقة عن الرئاسة ما فعوا أنه وتبينوا على سبيل الجزم تعمل أضرار بعمل المجلس بشكل كامل وتعطيل جلسات هذه كافية لحجب الثقة عن الرئاسة في الجهة المقابلة وداخل المؤتمر الوطني العام دعا 71 عضوا إلى تعديل الصلاحيات الممنوحة لرئيس المؤتمر نوري بوسهمين وأكدت عضو المؤتمر أمنى مطير أن التفويض الممنوح للقائد الأعلى للجيش ورئيس المؤتمر مؤقت وكان لظروف مرت بها البلاد مضيفة أن الصلاحيات الممنوحة بموجب التفويض لبوسهمين عرقلت آداء هذه المؤسسة التشريعية ومنعت تواصل الأعضاء مع الحكومة وغيرها هناك أعضاء يشتكون بأنهم أصبحوا كالموظفين داخل المؤتمر الوطني العام وهناك أعضاء يشتكون بأنهم لا يستطيعوا إرسال رسالة لأي وزير من الوزراء إلا عن طريق الرئيس وهذا ما يحد من اختصاصات كل العدو وتتزامن أزمة الثقة داخل كل من المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب مع دعوة مجلس الأمن إلى وضع حد فوري للعنف في ليبيا وتلويحه في بيان أخير بمعاقبة من يهددون السلام وقد وصف عضو مجلس النواب جبلة الشباني في برنامج ستونة المسودة الرابعة بأنها تجاوزها الزمن مضيح أن المسودة الأخيرة ستكون مقبولة بعد إدخال بعض التعديلات عليها بحسب تعبيره المسودة الرابعة والاتفاق الذي تم التقي عليه بالأولى أعتقد أنه تجاوزه الزمن وأن العالم وحتى المتحاورين لم يعد ينظروا إليه نحن الآن نريد المسودة الأخيرة سنجري عليها تعديلاتنا سنبدأ ملاحظاتنا عليها ستعود لجنة الأربعين طبعا لدراسة هذه المسودة وبعدها تذهب ويتم تحديد جلسة حوار ويتم تحديد المكان ويتم تحديد الزمان وستذهب اللجنة بهذه المقترحات إلى المبعوث العمي ولتأمل حوار ما جديد دعا وزير الخارجية الأمريكي جون كاري الجمعة إلى ضرورة توصل الفرقاء السياسيين في ليبيا إلى تسوية سياسية وتشكيل كيان شرعي يحصل على الدعم الدولي لحكم البلاد جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك لكاري مع نظيره التونسي الطيب البكوش في افتتاح الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في تونس وحذر وزير الخارجية الأمريكي من محاولات ما يعرف بتنظيم الدولة الانتشار في ليبيا معتبرا أن التنظيم هو الرابح الوحيد في ظل الجمود بين الأطراف الليبية حسب تعبيره وأكد كيري أنه بحث مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا مارتين كوبلر نظر في طرق جديدة تدفع العملية السلمية في ليبيا متحدثا عن الحاجة إلى مؤتمر دولي خاص بليبيا في الأشهر القادمة ومن جهته قال وزير الخارجية التونسية طيب البكوش بعد مباحثات مع نظيره الأمريكي جون كيري أن البلدين متفقان على ضرورة التوصل إلى حل سلمي في ليبيا في أسرع وقت ممكن نتطرقنا بالطبع إلى الوضع الإقليمي ونحن متفقون على ضرورة التوصل في أسرع وقت ممكن إلى حل سلمي سياسي في ليبيا لأن ليبيا بالنسبة إلى تونس مصدر قلق كبير من الناحية الأمنية أسدل ستار في العاصمة المالطية فاليتا على القمة الأوروبية الإفريقية وسط دعوات بمعالجة أسباب الهجرة غير النظامية عبر خلق مشاريع تنموية في دول المصدر مع مراعاة سيادة الدول واحترام حقوق الإنسان في التعامل مع هذه الظاهرة التقرير التالي يستعرض أبرز ما تم تناوله في هذه القمة دق ناقوس الخطر وترح حلول جذرية للهجرة غير النظامية هي أهم ما خرجت به القمة الأوروبية الإفريقية التي اختتمت أشغالها الخميس في العاصمة المالطية فاليتا البيان الختامي للقمة نص على توفير فرص أكبر للشغل والاستثمار بالدول المصدرة للمهاجرين من خلال طرح وتفعيل عدد من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية نحن في حاجة إلى العودة إلى بلدان منشأ الهجرة في أفريقيا علينا أن لا نعطيهم فقط مساعدات مالية ولكن يجب أن نذهب أبعدا من ذلك ونحالج الأسباب الجذرية للهجرة وهي الفقر والبطالة وعبر بعض القادة إلى فارق المشاركين في القمة عن قلقهم من تعرض المهاجرين لسوء المعاملة والاستغلال مشيرين إلى أن الهجرة غير النظامية ظاهرة ضاربة في القدم ولم تكن أبدا حكرا على القارة السمراء يجب الإبتعاد عن الرفض أو التمييز تجاه المهاجرين على كل قارة أن يكون لها دور للإسهام في تنمية باقي القارات والعالم أجمع أذى وأبدى المجتمعون عزمهم على التصدي وبحزم لعمريات تدفق المهاجرين غير النظاميين مع مراعاة سيادة الدول المشتركة واحترام حقوق الإنسان وفق بيان القمة قد رأى الباحث في قضايا الهجرة محمد نظيف في برنامج ستون أن أوروبا تمارس خطابا مزدوجا ومتناقضا إذا أملف الهجرة غير النظامية وفق تعبيره مشيرا إلى أن قطاعات اقتصادية عدة في أوروبا تستغل المهاجرين للحفاظ على تنافسيتها بحسب قوله لا يجب أن ننكر أن جزء كبير من الهجرة السرية يستفيد من قطاعات مهمة في أوروبا ولا يمكنها أن تحافظ على تنافسيتها دون استغلال هذه العاملة السرية بأقل من أثنان وبدون دمان اجتماعي إلى آخر فهناك خطاب مزدوج وتصرفات مزدوجة ومتناقضة في الأحيان من طرف المسؤولين الأوروبيين تجاه ظاهرة الهجرة السرية نشرتنا متواصلة وفيها بعد فاصل عدد من المعلمين في مدينة طرابلس يضربون عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم لعدة أشهر وعدم توفر الكتاب المدرسي تجدد الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في أغلب المحاور في بنغازي ومصدر طبي يؤكد مقتل خمسة أفراد من قوات حفتر وجرح عشرين آخرين في اشتباكات الليثي وكالة رويترز للأنباء تقول أن ما يعرف بتنظيم الدولة توسع بشكل سريع في ليبيا ودعم قواته بأكثر من خمسلائة مقاتل بينهم أجانب ليوني يقول أنه سيسعى للحصول على توضيح كامل حول مزاعم انتهاك الإمارات لقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وجون كيري يدعو إلى ضرورة توصل الفرقاء إلى تسويات سياسية أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن تمسكها بالعمل بصورة مهنية لأجل المحافظة على وحدة ليبيا رغم كل التجاذبات والعراقيل والصعوبات التي تعترض طريقها حسب قولها وأشارت المؤسسة في بيان لها إلى العلاقات الجيدة والمتميزة مع الشركاء العالميين والمجتمع الدولي في دعم جهودها والتي تنادي باستمرار حياد المؤسسة الوطنية للنفط ووحدتها ونشدت الوطنية للنفط بناء الوطن الشرفاء من أجل العمل على إعادة تشغيل كل مرافق النفط والغاز ليعود إنتاج ليبيا إلى مستوياته السابقة ومنع انهيار اقتصاد الدولة بحسب نص البيان تمكن أعضاء الحرس البلدي نقطة الشواط فرع طرابلس من ضبط كميات كبيرة من الأدوية منتهية صلاحية وبعض المواد الأخرى مثل حليب الأطفال ومواد التجميل مخزنة في إحدى الصيدليات في مدينة طرابلس وقد ضبط الحرس البلدي هذه الكميات أثناء جولاته الميدانية في المدينة التي استغرقت أربعة أيام أشار إلى أن إدارة الدعم والدوليات بجهاز الحرس البلدي طرابلس قد دهمت بداية الشهر الجاري إحدى المذابح بمنطقة تاجراء حيث ضبطت فيها دجاجا ميتا وآخر مريضا غير صالح للاستهلاك أضرب عدد من المعلمين في مدينة طرابلس عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم لعدة أشهر وعدم توفر الكتاب المدرسي وطلبوا بضرورة توفر الضمان الصحي التقرير التالي يرصد جانبا من إضراب المعلمين في إحدى مدارس طرابلس اعتصام من أجل حقوقنا بهذه الجملة التي كتبت على ورقة بيضاء وعلقت على باب مدرسة عشرين أغسطس للتعليم الأساسي بترابلس أعلن المعلمون دخولهم في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من ثلاثة أشهر وغياب الضمان الصحي كحال هذه المدرسة التي قضت خمسا وثلاثين سنة في التدريس لتجد نفسها في النهاية تنتظر راتبا لتغطية مصاريف علاجها كفاكم عبثا بقوت المعلم المرتب أولا إلى متى سأمن انتظار رواتبنا شعارات رفعها معلم هذه المدرسة تعبيرا عن غضبهم بسبب غلاء المعيشة وعدم توفر الكتاب المدرسي الذي من خلاله يقدم المعلم مادة علمية جيدة وفقا لمنهج محدد للطلبة المعلم شمعة تذب في سبيل إنارة طريق الآخرين بهذا الوصف عبرت هذه المعلمة عن مشاغل قطاع التعليم في ليبيا ومشاغل معلم هذه المدرسة الذين لم يجدوا غير الإضراب حلا للمطالبة بحقوقهم وإيصال صوتهم إلى أولياء الأمور لمعرفة أسباب هذه الخطوة التي أقدموا عليها أهم أسباب الاعتصام الراتب أولا الضمان الصحي توفير الكتب للمعلم كتب ما فيش ندرسه من غير كتب نكتبه على صبوره مادة عرفنا لا نشرحه ولا نكتبه وفي محاولة منه لطمأنة المعلمين قال وزير التربية والتعليم بحكومة الأنقاذ الوطني إن الوزارة لا دخل لها في تأخر سرف مرتبات المعلمين مشيرا إلى أن التأمين الصحي ليس من اختصاصات الوزارة بل يعود إلى الدولة التي قامت بإيقافه بسبب إهدار المال العام وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لجدولة المرتبات لتحقيق ما سماه بالعدالة الاجتماعية أحب أن أطمن زملائي المعلمين أن وزارة التربية والتعليم لا دخل لها في عملية تأخير المرتبات وبين من يعتبر أن إضراب المعلمين حق من حقوقهم يكفله لهم القانون وبين من يرى في ذلك قصورا منهم في أداء باجباتهم يبقى المعلمون أهم لبنة من لبنات المجتمع بهم ترتقي الأمم وبهم يعلو شأن الشعوب وكما قال الشاعر أحمد شوقي في قصيداته الشهيرة قم للمعلم يوفيه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا قبل الختام إليكم تذكيرا بالعنوين تجدد الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة في أغلب المحاور في بنغازي ومصدر طبي يؤكد مقتل خمسة أفراد من قوات حفتر وجرح عشرين آخرين في اشتباكات الليثي وكالة رويترز للأنباء تقول إن ما يعرف بتنظيم الدولة توسع بشكل سريع في ليبيا ودعم قواته بأكثر من خمسمائة مقاتل بينهم أجانب ليوني يقول إنه سيسعى للحصول على توضيح كامل حول مزاعم انتهاكي الإمارات لقرار حضر توريد الأسلحة إلى ليبيا وجون كيري يدعو إلى ضرورة توصل الفرقاء إلى تسوية سياسية ختم النشرة في أمان الله اشتركوا في القناة